السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي ازايكم عملين ايه اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله بص في الفيديو ده ان شاء الله انا هجيبلك او تطبيق تقدر تتحكم فيه من جهازك على جهاز البقيين او جهاز اشخاص اخرى الموضوع مش موضوع هكر ولا اللي انت تدخل وهو ما يعرفش ولا اي حاجة الموضوع جهاز امن جدا ونازل من جوجل بلاي ستور او نازل من متجر جوجل بلاي موضوع محترم جدا هو اسمه جهاز ريموت كنترول اسمه اني ديسك اسمه اني ديسك دي فكرته ايه فكرته ان مثلا واحد يتصل بيه يقولك مثلا يا محمد انا مش عارف احل المشكلة الفرانية ومش عارف اعمل ايه وانت مش عارف تشرحه في التليفون فانت تعمل ايه تروح ايه له طب حمل البرنامج او حمل تطبيق الانجسك واديني الرقم اللي بيظهر لك وانا هدخل عندك لما بتدخل عنده انت مش بتدخل بقى وتسرق حاجات من وراء ولا اي حاجة انت كل حركة انت بتعملها بتبان عنده على الموبايل يعني انت بتبان مثلا فتحت مثلا المعرض او الجالري فتحت الفيسبوك فتحت الواتساب بيبان كل حركة انت بتعملها كان هو ماسك الموبايل وبيحرك ايده الفكرة من البرنامج ده ايه الفكرة ان انت بتوفر وقت ومجهود وشرح كتير جدا فعلى طول انا حتى دلوقتي بقى كل الناس لما وجدت كلموني مثلا في الشغل لانها حما فيه مشكلة عندي او لا حاجة طب ابعتلي الاني ديسك بتاعك الاني ديسك دي تبقى حاجة اختراع يا جماعة وحاجة امنة تماما ان شاء الله كمان بزدط على طول كده هوريكم ازاي الاني ديسك ده بيشتغل وازاي بتعامل وازاي انت بتعرف تبعت للشخص التاني رقم رقمك عشان هو يدخل عندك وكل حاجة امنة انت بكبيرك او ممكن تروح افل فمايل خلاص يا رجل ده كده خلاص اطع خلاص فيش اي حاجة ما تفتكر ان هو يسرق منك حاجة ولا موضوع فيه سرقة ولا فيه اي حاجة الموضوع امن تماما وفي نفس الوقت بيوفر عليك وقت ومجهود قبل ما نروح للفيديو او قبل ما نروح للشرح اتمنى حضرتك ما تبخلش عليها بلايك وتشترك معا في القناة لان فعلا فعلا انا محتاج اشتراكك وخمسة وثمانين في المية من اللي بتفرجوا عليها في اليوشو ما بيشتركوش عندي في القنا فاتمنى اتمنى لو بعد اذنك تشترك عندي في القناة وتعمل لايك ده لدعمي واتمنى اتمنى ان شاء الله الفيديو هيجبك وان شاء الله هيجبك فخليك معايا شكرا احنا نيجي هنا للبرنامج اللي هو بيتحكم فيه الاجهزة كلها فهنيجي نكتب هنا في البحث عن التطبيقات كلمة وهندروح هيبقى البرنامج الاول من ده خالص هيه بنعمله تثبيت هو ده برنامج ده برنامج تحكم عن بعض ده علشان لما انت بتستخدم لما فيه واحد بيقول لك هو كله على بعضيه 14 ميجا يعني حاجة كده حوالي مساحة 3-4 صور اه البرنامج ده وظفته ان انت لو فيه حد بيحاول يوضح لك حاجة في الموبايل وانت مش فاهمها ومش عارف توصل لايه فتقول له افتح لي الاني ديسك وانا هدخل عندك كل ده يعني يعني بيرطه واللي هو مش اه اولا اه البرنامج ده مش هكر برنامج ده نازل من على جوجل بلاي ستور يعني حاجة اي منه تماما البرنامج ده تحكم عن بعض ان هو بيوريك تعمل اين هنفتح اهود الوقت فتح البرنامج اهو هيقول لك اه هتروح اقل له اهو دي راح دايسين دي ونروح دايسين اوكي وبيقول لك اه فتح بواسطة اه هنقول له مسلا فتح بواسطة متجر بلاي هنضغط على مرتين ونروح دايسين كلمة تثبيت دي حاجة كده زي بلاجن بلاجن دي يعني حاجة كده زي يعني جنبيها حاجة كده برضو لا تذكر اه دي حاجة بتنزلها معنا ايه دس يعني هو بيقول لك على طول نزلها معي يعني اهو كده اعتقد دي كده نزلت اهو نخرج برا اهو بيقول لك بيوريك بقى لو انت عايز تعرف البرنامج البرنامج اول حاجة اه خلاص ماشي انا كده عرفت او ماشي اوكي ماشي اوكي 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 بص اه اعلامة الصح دي يعني انت كده كنكتد يعني انت كده اه متصب للانترنت الرقم ده ده رقم اللي انت تبعته للتاني يعني اللي تبعته للشخص عشان يدخل عندك عن الموبايل اه ريموت ديسك ده اللي انت دي الارقام دي المكان اللي انت تحط فيه رقم اللي هو واحد هيبعته لك علشان تدخل عنده اه دي الاجهزة المتصلة على نفس الشبكة يعني احمد اخويا هو اه انا ده ده موبايلي انا اللي بصور منه كمان متسجل على الشبكة اه واونر برضو كمان متسجل على شبكة دي 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 الاجهزة اللي متسجلة على شبكة الواي فاي اللي احنا عليها كلنا تمام اه فانا دلوقتي هقول لك هجيب دلوقتي موبايل وهنجرب بقى دلوقتي نعملها ازاي خليكم معي اه 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 انا جبت البرنامج اهو الموبايل اه اه بصوا يا جماعة اه في مشكلة ممكن تقابلكم لو انتم اه موبايلاتكم من عربي اه او لو موبايلاتكم عربي بالكتير بص كده ركز مكتوب المنتر مفروض تاخد الكلام بالانجليش يعني تاخده من الشمال يعني تكتب مثلا لو انا جيت كتبت مثلا اه سبع سوالي بقى سبع خمسة تلاتة اتنين انا بكتب الارقام دي اربعة تمانية اربعة اتنين واحد وادوس دي كده عشان ادخل من موبايل ده على موبايل ده اهو بيقول لي مهما اعمل او اعمل او اعمل اي حاجة مفيش اي حاجة يبقى اي الحل او اي الغلطة لان الاجهزة كانت بالعربي فانت المفروض بقى عشان تتحول انجليش يبقى تاخد من اول الرقم ده يبقى تكتب اربعة اتنين واحد اهي اربعة اتنين واحد اتنين اربعة تمانية اتنين اربعة تمانية بقى كده سبعة خمسة تلاتة سبعة خمسة تلاتة تمام? واروح دايس على بصوا هتلاقي بيجيبلك اهيه لو انت عايز تدوس تمام اهيه وبعد كده سيبدأ التقاط معرفش ايه بصوا انا انا هعمل بس لقطة هنا عشان هنا الفكرة ان ده اه سوايني هقول لك انا بالوقتي انا عايز بس اجيب ده اه سوايني خليكوا البياناتش انا كنت طبعا بعمل تجربة على البرنامج قبل ما بطلعه لكم اه دوس دي دونش ده ده كده البرنامج قبل ما بيبتدي اوكي اه بعد كده اخرج اهو لحظة اهو اوكي 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 ده وهكذا وهكذا تمام? سويا نفتح بس الجهاز ده كده محمول بس لحظة بصوا بقى كده يا جماعة اللحظة بقى في الحتة دي اه بعد ما بدخل بكتب الرقم طبعا احنا قلنا هنكتب الرقم من اليمين للشمال لو انت جهزك عربي لكن لو جهزك انجلش اكتب من الشمال لليمين فنكتب اول تلت ارقام من الشمال من اليمين اهو واحد زيرو اتنين بعد كده خمسة اربعة تسعة بعد كده ستة زيرو سبعة وندوس اهو بالجهاز ده بصوا بقى زهر ايه زهر الرسالة دي بيقولك الرسالة ايه ان في حد عايز يدخل عندك فانت هتروح داخل كده وبيقولك تستنى خمس دقائق خمس دقائق تلت دقائق دقائق اوكي فان طبعا بتبقى مدي الجهاز الرقم للشخص التاني تمام فانت بتروح اعمل ايه تروح اعمل اوكي ايام اوير ان انت تمام ومش عايز شوف الورننج ده تاني وتروح دايس اكسبت وتروح دايس اكسبت تاني اهو وكده وبعد كده تروح دايس عدد مظهرها زي الشاشة تاني وعكده تروح دايس البدء الان كده بقى آه الجهاز ده بقى عندك على الموبايل ده انت كده من الموبايل ده داخل على الموبايل ده بس الفكرة انت بتعرفش تحرك الموبايل ده خالص بص مش عارف تتحرك عليه هو ده زي شاشة عرض هيقول لك انا بعمل ايه وانت تقول له توجهه ازاي يبقى انت معاك على التليفون وتقول له توجهه زي يعني بص لما باجي اعمل كده تلاقي شاشة بتتحرك لو خرجت مسلا لورا تلاقي خرج معي يعني اهو اه لو جيت يمين اه هتلاقيه جي مين معي على حسب الانترنت على حسب قوة الانترنت اهو. هيرجع معي. وهنفتح الاني ديسك تاني. هيفتح معي الاني ديسك. انت بس كل تقدر تعمله له ان انت مسلا تقول له مسلا يدخل على كزا اعمل كزا روح كزا فاهمني وهكزا. اه ممكن تبعت مسلا حاجة لو انت عايز اه اه تبعت له حاجة ممكن تدوس على دي كده. وتروح دايس على اه فلاش. وتروح دايس على بص ندوس على فلاشة هي وبعد كده نطلع كده ده كل ده وانت تدائس على الشاشة. بص تروح دايس على وبعد وتقول له مسلا انت عايز تبعت له مسلا صورة وعايز تبعط له اي حاجة وتروح مسلا عمل له دي كده. فهو مسلا يروح دايس هنا كمان على كلمة ويقول لك السماح لهذا لتاعة ده تروح دايس السماح وتروح دايس كده وداونلود اهي عشان يداونلود الصورة اللي انت بعدت هنا. هو ده بس الحاجتين الوحدتين اللي انت تقدر تستخدمهم في الانsis ده فايدته ايه? فايدته انك تشوف الراجل ده بيعمل ايه? ان ده ممكن تتحكم في الموبايل بتاع الراجل ده او الموبايل للشخص اللي معاه بس من عن طريق الجهاز الكمبيوتر عن طريق اللابتوب او عن طريق الكمبيوتر. لكن من الموبايل هو عبارة عن شاشة عرض. البرنامج ده فايدته ان انت لو حد بيقول لك على حاجة وانت مش فاهم هو بيقول ايه? ممكن تقول له افتح لي ونتفرج انا وانت هو احنا يعني انت بتحكي لي على ايه? وانت تقول له توجهه. تبدوس على الظرور الفلان. تبدوس على الحاجة الفلانية. تبدوس على الحاجة العلانية. وهكذا. اهو نفتح مثلا جهات تصلق انا عايز مزيد. اهو على المحرر صور. افتح كده ده هدخل كلمة سر. ماشي اهو. تعز الرسول. اهو كيكا مش هينفع ان انا بعت له حتى الصور. يعني هو بس الفكرة كلها ان انت تقدر تستخدمها كا اه هقول لكم ايه? كشاشة عرض. بس كده. فطبعا يا جماعة ما تنساش طبعا شكرا جدا لكم وتنساش طبعا تعمل لايك وتشترك معاه في القناة. اه لان فعلا محتاج دعمك. وشكرا جدا لكم ومعاكم محمد تحسين من قناة والسلام عليكم. بعد ما الفيديو خلص اهو بعد ما الشرح خلص اتمنى حضرتك ما تنساش تعمل لايك في الفيديو وتشترك معاه في القناة لان فعلا فعلا واحد بيتعب والله علشان بيجيب شوية مصادر وبيجيب شوية اه تتطبيقات فعلا بتفيد الناس فايتمنى حضرتك ما تنساش تدعمني وتعمل لايك للفيديو وتشترك معاه في القناة احنا مش بنتكلم عن التطبيقات بس احنا نتكلم عن السعاد بنتكلم عن التخصيس بنتكلم عن حاجات كتير قوي منتكلم عن معلومات عامة الفيديو بصراحة في اتماع ما بقوله فأتمنى اتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك معاه في القناة شكرا جدا لكم وكان معكم اشترككم محمد تحسين من قناة السورشيجي لا تنسي لا تنسي محمد تحسين من قناة السورشيجي